إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون برنامج Internet Download Manager ويقومون بتفعيل البرنامج بطريقة غير قانونية بين قوسين الباتشات إلى غير ذلك فسوف أشارك معك تطبيق خرافي يقدم لك نفس المميزات التي يقدمها برنامج إدمان من تحميل الملفات بأقصى بندويت تملكه كذلك تحميل الفيديوهات وبتقريبا نفس الواجهة وكل هذا بشكل مجاني ولن تحتاج إلى أي تفعيل أو تسجيل فهذا الفيديو ليس إعلان بل فقط محاولة مشاركة معكم تجربتي الخاصة مع برنامج Internet Download Manager فصراحة منذ أن قمت بتثبيت هذا التطبيق على الكمبيوتر الخاص بي فلم أعد أتمد على برنامج إدمان يعني أنني أقوم بالاعتماد عليه مئة بالمئة في تحميل الملفات فعند تثبيت البرنامج على الكمبيوتر الخاص بك سوف تحتاج إلى إضافته على المتصفحات التي تستخدمها عبر الضغط على بروزر وسوف تقوم بإضافة الإكستنشن الخاصة بي على المتصفح الذي تستخدمه سواء كنت تستخدم Chrome أو Mozilla أو Edge ففقط عندما سوف تقوم بالضغط على Add سوف يوجهك مباشرة إلى صفحة تحميل الإكستنشن على المتصفح الذي تستخدمه وخلاص عندما سوف تقوم بإضافة الإكستنشن سوف تتمكن من تحميل الملفات وكذلك الفيديوهات بنفس الاستخدام الذي تستخدم به برنامج إدمان وأيضا البرنامج خفيف على موارد الكمبيوتر فهو لا يستهلك بتاتا من قدرات الجهاز من الرام والمعالج إلى غير ذلك يمكنك أيضا من الإعدادات الخاصة بالتطبيق أن تقوم بعمل لمثل البندوث الخاص بالصبيب الذي تريد أن يستخدمه البرنامج فعلى سبيل المثال كنت تقوم بتحميل ملف كبير وأيضا كنت تريد أن تقوم بالتصفح على الكمبيوتر الخاص بك يمكنك أن تقوم بإعطاء قيمة للبندوث الذي تريد هذا التطبيق أن يستخدمه عندما يقوم بتحميل الملفات لكي لا يسبب لك بطء في الشبكة هذا كل ما في الأمر إذا عجبك هذا الفيديو فلا تنسى الضغط على الزر لايك إذا كنت غير مشارك في القناة فيمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بجديد الشروحات كان معكم بلال من قناة بلال الراسكا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر